وينضم إلينا من إسطنبول صبحي نظم توفيق الخبير العسكري والإستراتيجي أهلا بك سيد صبحي سيد صبحي بداية في الأشهر الثلاثة الماضية لم تتوقف الأسلحة الغربية في طريقها إلى أوكرانيا وبالمقابل أيضا تتقدم روسيا في الشرق هل الأسلحة الجديدة النوعية التي يتحدث عنها بايدن فعلا أثر فاعل في منع تقدم روسيا في دونباس برأيك حقيقة لا يعني الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الغربية إلى أوكرانيا ما هي إلى أسلحة دفاعية ولكنها مهمة طبعا في نفس الوقت يعني أنا لا أستسخف أو لا أستطغر دور هذه الأسلحة كلها منذ بداية الحرب ولحد يومنا هذا وفي الأيام القادمة والأسابيع القادمة ساعدت كثيرا الأوكرانيا على الصمود أمام الهجمات الروسية واختصرت الهجمات الروسية أو العمليات الروسية في إقليم دونباس فقط يعني الآن تتصارع القوات الروسية فقط على 13% من الأرض الأوكرانية من المساحة الأوكرانية وهذا يعني نقطة تسجل لصالح أوكرانيا ولصالح الغرب أيضا ولكن هذه الأسلحة الجديدة أو السلاح الوحيد الجديد الذي طرح على لسان الرئيس بايدن يوم أمس في تغريدة أو في إعلان ليس شفهي وإنما مكتوب أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم إلى الجيش الأوكراني راجمات صواريخ هذه الصواريخ مداها حوالي 70 إلى 80 كيلومتر هذا يحسن من أداء الجيش الأوكراني في الميدان يعني في المواجهة الميدانية ولكنها سوف لا تستطيع الوصول في أعماق الأرض الروسية من اتجاه الغرب من اتجاه الغرب الروسي ولا يشكل مطلقا يعني تغييرا في موازين القوى أما الأسلحة الأخرى التي ذكرها الرئيس بايدن يوم أمس فهي من طراز جافلين ضد الدبابات وسينغر ضد الطائرات وهذه الأسلحة كانت متاحة للجيش الأوكراني منذ الأسبوع الأول من بدء الحرب أي قبل حوالي أكثر من 90 يوما من الآن سيد صبحي إذن ما الاستفادة والجدوى من إرسال كل هذه الأسلحة إلا تفعل فعلا فارقا في المعركة وتجعل طاولة التفاوض لصالح الأوكرانيين ما الأسلحة التي يطلبها الأوكرانيون لحسم هذه المعركة دعم يعني بصورة عامة الرئيس زيلنسكي والقادة العسكريون الأوكرانيون لا يطلبون أكثر من هذه الأسلحة وخصوصا ليست الأسلحة فقط وإنما الأهم من الأسلحة الأعتدل المخصصة أو الذخائر المخصصة لهذه الأسلحة السلاح الواحد ربما يستقدم لعدة أشهر أو عدة سنوات ويرمي السلاح الواحد عشرات أو مئات وربما آلاف الإطلاقات فإذن الإطلاقات أو الذخائر أو الاعتداء أهم بكثير من السلاح وهو حقيقة بشكل عام متوفر لدى الجيش الأوكراني بشكل عام وبشكل خاص جراء المساعدات الغربية والمساعدات الأمريكية نحن طب أيضا سيد صبحي هل لدى الغرب الولايات المتحدة الدول الأوروبية الناتو المزيد من الأسلحة النوعية التي تستطيع تقديمها لأوكرانيا وتحذر من تقديمها بسبب المخاوف من مواجهة مباشرة نعم بالضبط سيدتي يعني مثلا هذه الراجمات التي ستقدم خلال الأيام القادمة ربما على سابح القادمة إلى الجيش الأوكراني هي خاذفات صواريخ أمبوبية أو ما يسمى بالإعلام راجمات مداها مثل ما قلت في أول الكلام 70 إلى 80 كيلومتر ولكن هناك أسلحة مشابهة لهذه الراجمات مطورة أكثر دات مدى أبعد مثلا 300 كيلومتر بالنسبة للنواحي المتطورة من الراجمات الأمريكية فيما إذا زودت الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا بهذا السلاح فهذا يسبب نوعا ما من التغيير في موازين القوى وستكون المدن أو الخطاعات المتمركزة في الغرب الروسي تحت مرمى هذه الراجمات ولكن لماذا لا تقدم الولايات المتحدة الأمريكية هذا السلاح نعم هناك مشاكل كثيرة ستحدث فيما إذا استخدمت هذه الأسلحة من قبل الجيش الأوكرايني في استهداف أهداف كثيرة وبالعشرات وربما في المئات في الأمق الروسي وهذه تشكل مشاكل كبيرة إذن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب تقدم المساعدات على شكل قطارة لكي تصبت أوكرانيا ولا تنهزم أمام الهجمات الروسية طب أيضا سيد صبحي أخيرا وسريعا أيضا في ظل المعطيات الحالية وفي ظل هذه الأسلحة تحذر روسيا من أن استمرار تمديد الأسلحة إلى أوكرانيا هذه الأسلحة قد تجر إلى مواجهة مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة هل فعلا ذلك من النحية العسكرية قائم ووارد في هذه المرحلة وكيف يمكن أن يكون شكله حقيقة لا حقيقة لا ما دامت لا يوجد ولا جندي أمريكي ولا جندي من الناتو في الأرض الأوكرانية فإذن المواجهة المباشرة ما بين روسيا وميلا الغرب أو بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية المواجهة غير واردة بالوقت الحاضر يعني مجرد الأسلحة عندما يتدرب أفراد من الجيش الأوكراني خارج أوكرانيا على هذه الأسلحة وهم يستجلبونها إلى الأرض الأوكرانية فهذه بالتأكيد ليس هناك احتمال على هذا الأساس من مواجهة روسية أمريكية أو مواجهة روسية ناتوية في هذه المرحلة مطلقا شكرا لك جزيلا صبحي نظم توفيق الخبير العسكري والإستراتيجي من إسطنبول على هذه القراءة على شاشة العربي